السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو الجديد اليوم سنتحدث عن السوفتوير الجديد الذي نزل حين الأبل له الـ iOS 13.5.1 طبعا هذا السوفتوير نزل لجميع الأجهزة التي تدعم الثاني وكمان نزل الـ HomePod إذا عندك HomePod نزل لها السوفتوير 13.4.6 والـ TV OS إذا عندك أبل TV نزل لها 13.4.6 والـ Watch OS إذا عندك أبل واتش نزل لها 6.2.6 والـ Mac إذا عندك Mac برضو نزل لها 10.15.5 فالتحديث هذا بما أنه الرقم الثالث فإذا أنت على الـ 30.5 هذا التحديث الرقم الثالث ينتغير يعتبر بس شيء أمني ما فيه شيء جديد في ميزات داخل الجهاز لأشيء أمني في نفس الجهاز فيه أشياء حين ما نعرفها يعني تشتغل خلف الجهاز فإنت إذا تريد أن تحافظ على الخصية عندك والـ Security والأمان فلازم تحدث للـ Software هذا قبل ما قلت لك أنه الحق الجيلو بريك لأن الجيلو بريك نزل على 13.5 مثل ما نشوف هنا أنا عندي الجيلو بريك هنا في الجهاز وعلى 13.5 لو نخش راح نشوف هنا 13.5 نزل الجيلو بريك الآن أي شخص يحدث لحق 13.5.1 راح يوقف عليه الجيلو بريك ولا تقدر تستخدم الجيلو بريك أصلا يعني صار عندك 13.5.1 ما تقدر تنزل الجيلو بريك فأبل سدة تغلت الجيلو بريك لأن على الكيرنال اختراقي حتى عبره في النظام وتنزل الجيلو بريك بعض الأشياء يقول لك هل اختراق ولا موش اختراق وهو يعتبر اختراق بالنصلا تحديث أمني اختراق كيف أنك أنت تنزل السيدية وتنزل الجيلو بريك في نفس جهازك بطريقة قبل ما بمصرحة لك أنك تسويها والجيلو بريك داخل فيه أشياء كويسة أنا عارف فيه أشياء كويسة لكن فيه أشياء ضارة برضه فيعتبر اختراق فلو بنخش حين لو بنخش ونشيك عليه من الداخل ندخل هنا طبعا هنا مثل ما نشوفه حين تصارت 13.5.1 قبل كان 13.1 أو 13.5 كان هنا المودم ما تغير فيه شي فلا تشوف أو يعني لا تصير محبط أنك ما تبي تنزل هذا السفتوير ليش لأنه ما فيه شي لا فيه شي أشياء أمنية داخل أنت تبيج جهازك اشتغل كويس تبيج جهازك ما فيه اختراق تبيج جهازك لأشياء ذي فلازم تحدث لحد يجيك ويقول لك لا لا تحدث لأنه ما فيه شي كويس لا شي كويس ما بلازم ميزة تنزل عندك ثبات الجهاز تأقلم مع استخدام الجهاز أشياء تصطيح في الأشياء الثانية ممكن بطارية ممكن أشياء لا تكتبها لك أبل هنا تكتبها لك بس أشياء أمنية وما تكتبها لك أنه يوصى بها إذا أنت ما تبيج توصي نفسك عليها أو تقول حق لأشخاص لا ما نصحها شخص ينزلونها إذا أنت تبيج لبريك أصدي أوكي لا تنزلها لكن إذا ما تبيج لبريك لأحدثها وإذا أنت تعرف الجبريك أقول لك تبيج تنزلها نزلة عادي لكن إذا أنت ما تعرف الجبريك وتبيج تنزلها راح تضر جهازك وتضر نفسك أصلا وتكره حياتك في جهازك ف أنصح كل شخص ينزلها نزل 13.5.20 وفيه برضو سوفتير جديد نزلتها أبل هو 13.5.5 لكن للمطورين بيتا راح أبدأ معكم سلسلة 13.5.5 ونشوف ما الميزات اللي نزلت فيها ما تتوقع أن فيها ميزات برضو أصلا ليش لأن مثل ما قلت لكم هي رقم ثالث تغير فأنت إذا كنت على 13.5.1 ونزل لك 13.5.5 بعدين هل بتشوف في شيء أوكي يمكن قبل تنزل شيء شيء ملموس أو شيء نشوفهم لكن الأصل الرقم الثاني إذا تغير يكون فيه ميزات الرقم الأول إذا تغير بتكون ميزات قوية من 13 إلى 14 فيه ميزات قوية الرقم الثاني فيه تعديلات خريبة والتصليح شوي وفيه ميزات الرقم الثالث مثلا حين أنت على 13.5 ورحت على 13.5 ما رح تشوف شيء لكن هو يعتبر فيه تحسين داخل النظام تحسين الأشياء لكن مش أشياء تشوفها أنت بعينك يعني مش ميزة جديد لا فيه تحسين الرقم الثالث ذي شيء طبيعي مثلا لو تروح حق الأندرويد الأندرويد الأجهزة التي تدعم حيني مثلا جهازك أندرويد جديد سامسونج قبل شوي نزلت في النوت 10 نزلت تحديث تحديثها ثمنية الأندرويد ينزلون كل شهر تحديث ما فيه ميزات تحديث أمني سد ثقرات الأشياء يخفون المبرمج يعني خلاص عندك النظام هذا أو السوفتير عن ثقرات قبل تنزل وتسد عليهم كل شيء هذا الشغل كذا بس إن شاء الله فهمتوا كل شيء فنتظروني فيديو ثاني إن شاء الله على 13.5.5 يمكن بكرة نزدر وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم تشتركون حسابي بسناب شات أتكلم عن أشياء هذه أكثر هناك ونشر المقطع وملاقي المقطع وتعليقاتكم تحتهمني ولا تنسوني وفضل دعاكم والسلام عليكم